بحث وزير المالية الدكتور نايف الحجرف مع مبعوث الرئيس الفرنسي لورانس يانوفيتش سبل تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتم عقد الدورة الرابعة عشر للجنة الوزرية الكويتية الفرنسية المشتركة ونقش الجانبين التطورات والتحضيرات الخاصة بمشاركة دولة الكويت في قمة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية والتي ستعقد في العاصمة الفرنسية في العاشر من يوليو الجاري والتي تهدف إلى مناقشة أثر التغيرات المناخية على النظام المالي العالمي وتمويل مرحلة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون